The tip of the iceberg انت شايفها لكن القاعدة اللي هي Non-symptomatic بيطلعوا كلهم مرة واحدة وبتبقى الأمور خرجت برا السيطرة بعد كده يلا سازينك بقى نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله أول لقاءاتنا النهاردة مع Nervous System وهنتناوله من جانب كلينيكي أكتر يعني ايه؟ يعني واحد يقولي طب احنا هنخش في في اناتومي وفيسيولوجي وحاجات تقيلة ايه فايدة الكلام ده؟ لو انت جالك كلب أو قطة عندهم ليجن هنا بيعملوا MRI واختبالك وسيت سكان وكل الموديلتز الجديدة دي وبالتالي لازم انت ماتش اللي هما شايفينه على الامجنج ماشين يعني هما شافوا جزء معين حصل فيه عطب انت لازم تشرح البرين بنفس طريقتهم وتقولهم اللي انت كنت قايسينه ده نص صمتي فعلا موجود في الحتة الفلانية لو انت مش عارف الحتة الفلانية وإيه وظيفتها يبقى انت lost the connection already طب انت جالك كلب مثلا او قطة عنده vestibular disease مين يقول لي يعني ايه vestibular disease؟ انا مش بقصد ان انا اسألك عشان اعرف انت عارف ولا لا بس عشان نبدأ فهستأذنكم نعمل شير مين يقول لي يعني ايه vestibular disease؟ هاو طبعا انتم مش هتتطوعوا هاشا vestibular? اه vestibular nuclei? نيكلياي ايه بقى vestibular nuclei دي يا عبدو؟ انا مثال دي نيكلياي في البرنستيم او في الجزء ده انا اش قابلتني يعني في دي نيكلياي في البيزر نيكلياي حاجة زي كده مش عارف بس انا قابلتني طيب يعني لو انا قلت ان ال cerebellum بين اسم livermus و cerebellar hemisphere و nobulus و folliculi هل الكلام ده معروف ولا ولا ممكن يكون جديد بالنسبة لبعضنا بأمانة؟ لا مش معروف لا مش معروف حوص يبقى خلينا basic عشان ايه ناخد الموضوع من اوله بس هتاخد وقت وفيه جزء بقى في اخر المحاضرة homework هديلكم site اسمه brain atlas ده على منيسوتا anatomy عشان بس تعرفوا ان احنا متعلمناش كما ينبغي شوفوا الاناتوم هم بيدرسو ازاي وشوفوا احنا بندرس اين يعني بس cerebellum cerebrum وخلاص على كده ولا عرفنا ده فايدته ايه ولا هو فين بالزبط ولا بيعمل ايه فهناخد شوي التفاصيل اللي انا عاوز اقوله بقى ان البستيبيولر ديزيز ده يعني ايه الكلبة او القطة فقد الاكوليبريم والكوردينيشن between the two halves of the body اليمين والشمال فتلاقي بقى الهيد كاريج بتاعته مش عارف يسند راسه وراسه عمالة تتهز كده بطريقة غريبة بعين يقول لك proprioceptive deficits يعني ايه proprioceptive deficits نايف لما واحد يقول لك عنده ابن الملتي في ال proprioception يعني ايه انا مش واضح عندي المسؤال طيب مين يعرف يعني ايه proprioception الاستقبال لا بوس عبد العظيم Proprioception the simplest definition is knowing where your body parts are in the space يعني ايه فين ايديك فين رجلك فلو جسمك او مخك مش شاعر فين ايديك ورجلك واخد بالك بالعلاقة مع ال brain تفقد السيطرة وتبقى ايه بتتمرجح واحد يقع واحد مش عارف يصله بطوله الحتة دي بتتأثر بالسكر فتلاقيه ماشي يتمرجح واخد بالك الحاجة التانية لما انت كنت بتتعلم تركب عجلة او بتسوق عربية خصوصا العربيات اللي هي العادة اللي فيها دبرياش وبنزين بتطلقبت شوية وبعدين ايه تبتدي تتعلمها شوية بشوية لغاية ما تتقنها كل ال proprioceptive function مسؤول عنها الجزء ده اللي هو ايه الجزء العلوي من ال brain ده درسل part of the cerebellum dasmovermus وبعين شمال ويمين hemisphere زي ال cerebrum بالظبط وبعدين الجزء الاسفل الوسطي dasmonodulus وبعدين الاجزاء الحتة دي الفلوكيولاي بتتجمع المعلومات من اليمين وتيجي هنا وتتجمع المعلومات من الشمال تيجي هنا وبعدين تطلع فتعمل وده اسمه central vestibular disease يعني هنا ايه في مشكلة في المخ اللي بيرتبط بالاجزاء دي هو العصب السمعي اللي جاي من ال inner ear وبالتالي لو حصل خلل في الاذن الوسطى او الاذن الداخلية تلاقي نفسك ايه بتتمرجح نحية واحدة بس ده بيسموه peripheral vestibular disease يقولك ايه بقى the cow tilts its head toward the affected side طب انت لقيت معزة او بقرة موطية راسها نحية اليمين يبقى ايه جزء affected الشمال لا اليمين the same side the same size يبقى الكاو يبقى ال cow ينزل راسها نحية ال affected ear يعني لو هي مميلة دماغها نحية اليمين يبقى ايه ال affected اليمين هل يبقى فيه توازن؟ لا ليه بقى؟ بان كل cranial nerves دي هتضرب في الفوليكيلاي بعين تروح لحاجة اسمها cerebral peduncle وبعدين cerebral peduncle ياخد المعلومات دي ينقلها للميد برين والميد برين تنقلها للكورتكس ويحصل تناغم ما بين جزئي الجزء اليمين وجزء الشمال فيبقى فيه coordination ولذلك الطفل وهو صغير ما يقدرش يعمل coordination ليه لاني لسه ما تكونتش التراتس دي طب ايه اللي بيحصل؟ بالذات فيه ال humans والجوريلا والحيوانات اللي هي بتاخد وقت عشان تنمو بيبقى فيه حاجة اسمها external granular cell layer موجودة على البريفري بتاع الفولية وبعين تهاجر كل ما تتحرك كل ما الخلايا تهاجر من برا الجوه ويحصل ايه اكنك ماشي على جراس او حشيش والحشيش ده بيتبري فبيتعمل وبالتالي بتبقى refining motor skills بعد ما كنتش قادر تمشي عندك 7-8 شهر بعد سنتين بتقدر تمشي بعد كده بتبتدي تجري بعد كده بتطخن الجري بعد كده بتعمل اكتيفتي غريبة بقى بتشتغل سواء عربية بتشتغل في زباء في تركب حصان السيربيلم هو المسؤول عن تجميع المعلومات دي وعمل لها co-ordination ما بين الجزئين بتوع الجسم اليمين والشمال وبعدين يربطها بالاجزاء الامامية من الbrain المقدمة دي يعني ليه لان الكلام ده لازم يتفق وبالتالي تقدر لو جالك كلب بظروف معينة يقولك اه والله لقيت الكلب ايه باصص لفوق كده في السماء وموطي دماغه ناحية اليمين وانا عمال ادور في الbrain مش لاقي ليه يبقى لازم تفتح التمباني البولة في الناحية اليمين وتشوف الدنيا فيها تمام؟ واحد بقى يقولي عن ايه proprioception كما تفتح التمباني البولة كما تفتح التمباني البولة وليزالك لو انت في حتة ما فهاش مش جرافتي ومش شاعر بجسمك تتلغبط وليزالك يعملونهم بتوع لانه هو بيبقى انفيرومنت جديدة خالص بالنسبة له طيب هناخد بقى الكلام ده بالتفصيل انا عاوز منكم ثلاث حاجات لازم بالذات الطالبة الصغيرين طبعا اسات زيتنا موجودين كلهم عارفين الكلام ده احسن مني بس لازم ان انت تكمل معرفتك بالbody parts وبذلك لو حصل فيها جزء أثنقتك وينها وجزء اختل تبقى انت فاهم الخلط ده جاي منين وبعدين لازم تعرف في الcomponents of the five major divisions of the brain وهم ايه تلنسفلن دينسفلن مزنسفلن رينسفلن و هنقولهم بالترتيب ولازم تفهم هما بيتكونوا من ايه وبذلك لو فيهم خلال غروسلي بانت عارف في ميليشيا يعني هو softer than usual في سيست او microscopic evidence وده اللي هنكمله على نهاية الشهر ان شاء الله وبالتالي لازم تفهم كل ديزيز بيتكون ازاي كاكوز وكاكوز كاكوز كاكوز في الموقع ده حاجة بتقول عليك من السوتا ده تقريبا اتناشر كاكوز او حاجة تعمل مفيش حاجة اسمها اقطع واحد ثلاثة ميلي وواحد ستة ميلي وواحد سبعة ميلي وبعدين اقول ما لقيتش لا ده انت لازم تعمل standard cuts ما بين 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 كنترول باللي يقابلها في الأفكتد أو في التريتمنت جروب وبالتالي يبقى فيه كونكلوجينز صالد إنما الراندم كافس اللي احنا بنعملها دي ما اعتقدش إنها تكفي ولذلك برضو هنخش في حتة ريسيرش كده صغيرة لكن ايه هنمشي شوية بسرعة وفي حاجات هقولها بالتفصيل عشان الوقت فأي حد عاوزني عيد حاجة please stop me and say وضح الحتة دي تاني أنا شايف ثلاثة تشاتس صارها بتقول إيه صارها نعم الخلل مو من عندنا الخلل إنه هم ممسوين كونكت أوديو فلازم يسوين كونكت أوديو يوزيج انترنت نور رد عليهم يا دكتور سرهاد رد عليهم عالخاص وخلاص هو أرديت عليهم عالخاص شكرا ايه بقى اللي هيفدنا بقى منعشة الكلام ده والأسماء الغريبة والحاجات دي كلها إمبريونيك ديفولمنت جاتلك قطة عاملة وايد بيس ستانس يعني ايه وايد بيس ستانس فتحة رجليها جاملة يبقى معنى كده عندها مشكلة في البالانس طبعا أنا هافحص ايه هنا؟ هافحص السيربيلنم لازم والبانس وهقول لك ليه البانس بعد كده anatomic region لو انت بقى بتشتغل أو حتى حد قريبك راح عمل CT scan أو MRI وجاب لك تقرير تقرار طبعا تقرى الأسماء ما تشعر في الأماكن دي ثانا أو تقوله الحتة البيضة دي افكتب الحتة البيضة دي تعمليه بظل فانatomic regions مهمة جدا معيني الlegion localization زي ما قلت لك في الريسيرش بالذات لما اقطع ال control compared مع ال affected أو treatment واشوف اذا كان protective effect والدكتورة صاحر عاملة الشغل ده مع شارك مع كلية الصيدلة يبقى لازم عندك control ونفس الحتة بالضبط مقطوعة من treatment واخد بالك وبالتالي تفهم الدنيا حصل فيها ايه وليه الدواء كان مفيد او الدواء ما جابش نتيجها طيب ال development بتاع nervous system في كل species تقريبا واحد يعني مع اختلاف الخطوات ال brain بتاع ال human على اقصى اليمين ده اكثرهم تعقيدا بيقبلوا الغوريلا او ال orangutan اللي هي primates اقل واحد في خطواته وتعقيده السمك ما عندهمش ذاكرة تقريبا يعني ذاكرتهم ضعيفة جدا ممكن يتجنب اجزاء معينة مثلا من من الحتة اللي هو بيعوم فيها لكن ما عندوش ما عندوش deep memory السلاماندر او حيوانات الريبتاي البارمائي بيزداد تعقيده شوية وبعدين يبتدي الماملز واخد بالسحلفة بالكاتكود بالرابت بالمان وهكذا كل ما تيجي ناحية الماملز ناحية البراميز كل ما يزيد تعقيد المخ ولذلك تقريبا مقارنة بحجم الإنسان المخ في الإنسان كبير جدا زي في الأرود زي في الويلز زي في الپنجوينز زي في الغراب نيجي بقى للتكوين دلوقتي احنا عندنا ثلاثة أجزاء في الجسم اكتو درم وميزو درم واندو درم الاكتو درم بيكون الاسكن الميزو درم بيكون ايه؟ بلود فيزلز والبون والموسل والموسلز والبونز اساسا تمام؟ الحاجات اللي في النص اه وبعدين الاندو درم بيكون البسرة ليه كلام ده مهم؟ لأن يقولك فيه نيورو اكتو درمال تيومر يبقى معنى كده ده بريمتف تيومر ليه؟ لو انت جيت للسكن او الاكتو درم بيبقى مرتبط مع الجزء العصبي في الأول اسمها ايه؟ نيورال بلايت البنفسي جيدا اللي في النصم اسمه نيورال بلايت هلو كده؟ والاكتو درم الازرق فيه جزء ما بينهم ده اسمه نيورال بلايت بوردر ده الازرق اللي بره ده هيكون لك ايه؟ الاسكن والنيورال بلايت بنفسي جدا هيكون لك نيورال تيوب بعد كده هتبقى البرين والسبانال كورد يعني center nervous system طب الاخدر هيكون لك ايه؟ peripheral nervous system الخطوات دي عشان تتكون بتعمل حاجة اسمها ايه؟ نيوريوليشن يعني انا هكون نيورال تيوب وفيه بريمد فيه initial او او early نيوريوليشن وفيه late نيوريوليشن طب تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل بقى الاسكن مرتبط مع الجهاز العصبي نيورو اكتو درمال لو طلع منهم تيومر هقول عليه ايه؟ نيورو اكتو درمال تيومر طيب بيحصل ايه؟ دورسل curvature كده والبنفسيجي ده يحصل له inward invagination فده البوردر هيتلم على بعضه والازرع يتفصل وده الاخدر هيبقى ايه؟ peripheral nervous system وبعدين البنفسيجي ده هيبقى نيورال تيوب ده نيورال بلايت ده نيورال فولد ده اكتو درم بعين في حاجة اسمها ايه؟ نوتو كورد ايه النوتو كورد ده؟ ده هيكون لك بعد كده الانيولاس فايبروسيس واخد بالك والايه والليجامين تمنوكي يحصل ايه؟ invagination دورسل curvature of the neural end plate وبعدين النيورال end plate joined together وبعدين الإبيدرمس يفصل عنهم بقى طبق الوحده بعين يكون لك نيورال تيوب لو بصيت على النيورال تيوب دي عاملة زي ديسك كده بعدين النوتو كورد ده هيبقى الليجامين تمنوكي طيب تعالى نشرحها بالتفصيل فيه اربع خطوات رئيسية للتكوين ده هيبتدي يدخن ويبتدي يدخن ويكون لك الجزء البنفسي جدا النيورال تيوب ده هيبتدي يدخن ويكون لك نيورال تيوب ويكون لك نيورال تيوب ويكون لك نيورال تيوب دي هكوون إيه البرين ويسمانا كورد نيرال كورد نيرال Crest self differentiate to form most of the peripheral nervous system اللي هو الهanna green ذا بعدين الميزدرم هاي يعوون لك ايه السكيلوتن axial skePlete مصر ايه الصمisz دي هي الهcias تلزح يقول لك البون بسي بحال الله التكوين بيبدأ من الخارج للداخل بتكوين اكتودرم الاكتودرم يدخن ويبقى في نيورال بليت الفاصل ما بين الاكتودرم والنيورال بليت هو النيورال بليت بوردر أسرعت في ناس عمين يبعط يقولوا ما عندهم شصوت فياريت رد عليهم وتقولهم طيب كونت بقى نيورال توب بالشكل ده ايه بقى نيورال توب دي سبحان الله لو انت جيت لهيومان امبريو من ناحية الدورسل او من ناحية الفنترل هتلاقيها متصلة بالامنيوتيك ساك cup edge of the ammonium ده الامنيوتيك ساك وبعدين هتلاقي فيها حلقات كده كل واحدة من دول هتبقى ايه فيرتبرا وبعدين تلاقي فتحتين فتحة امامية كرينيو نيورو بور وكودال نيورو بور سبحان الله لما تقفل هنا ده هيكون لك حاجة اسمها ايه روسترال كوميشور وده هنتكلم عليه بعد كده لو حصل خلل هنا يبقى البريل مش هيتكون وهنا لو حصل خلل وما قفلتش كويس يبقى عندك سباينة بافدة من غير الكلام ده انت مش هتفهم لما نيجي نتكلم على أنسيفلي حتقول لي كلام ده جامنين فالكلام ده يعني خدوه كده ايه بسرعة مهم جدا عشان نفهم بعد كده الdevelopmental abnormality تيجي بقى تكون انت السوميات دي هتكون لك الفرتبرا وبعدين البونز وبعدين الأوتك بلاكود ده هيكون الودن وبعدين ده بريكارديال بولج ده هيكون القلب واخبالك ده اتصالهم مع بعضهم معهم وبعدين الفتحة دي هتقفل والفتحة دي هتقفل وبعدين تبتدي بقى تظهر ايه مثانات أو سيست لايك ستركشور تلات مثانات أساسية واحد اثنين ثلاثة ايه بقى التلات مثانات دول فور برين بروزن باللاتيني بروزن الأزرق ده والميد برين مزن الأصفر والهين برين رومبن بنفسي يبقى احنا حد بقى لخاص اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي البرين والسباير الكور ده هيكونوا من ايه مين يقول ده دكتور تامر من النيورال بلايت من النيورال بلايت طب والنيورال بلايت بوردر هيكون لك ايه بريفرال نيرفوس بريفرال نيرفوس سيستم لما تكون النيورال تيوب ده بعد سبع أسابيع من الولادة كده بتكمل وبعدين يبتدي يظهر فيها ثلاث مثنات أو ثلاث حوصلات anterior و middle و caudal او heinz صح؟ اتنين منهم هيتقسموا الامامية والخلفية هيتقسموا كل واحد منهم الاثنين اللي في النص هتفضل زي ما هي طب الامامية دي هتنقسم الى ايه بقى البروزنسيفلين ده اللي هو الفور برين هيكون ايه بقى تيلنسيفلين و دينسيفلين والدينسيفلين مرتبط بالعينين اللي هي الأبتك كب ده هيكون عين هنا جلوب هنا و جلوب هنا ده الامام و ده الخلف يبقى دي العين اليمين و ده العين الشمال اللي نحن شايفين البرين من الدورس الصحي التيلنسيفلين ده السيريبرام والدينسيفلين ده الثالمس والهايبوثالمس الميزنسيفلين ده الميد برين خلي بالك هو كان وضعه أثناء الحياة الجنينية في الوسط بعد كده مش هيبقى هو وسط البرين لان شوف الجزء ده أطول من ده فما تعتقدش ان الميد برين هو الميدل أوف ده برين لا الميد برين على حسب الترتيب الامبريولوجي يعني هو الجزء التاني لكن مش هو في الوسط وبعدين الرب انسيفلين هيكون متانسيفلين و ده البانز والمايل انسيفلين واخد بالك ده الميدولة أبلونجارة يبقى أنا جاي من ايه؟ اكتودرم الاكتودرم عمل نيورال بليت بوردر وبعدين نيورال بليت تيكن وبعدين نيورال بليت فصل عمل نيورال تيوب ظهر فيها ثلاث حوصلات حوصلة أمامية وحوصلة ميدل وحوصلة خلفية الحوصلة الأمامية والخلفية نقسموا الاثنين بقى التالين سيفلين التالين سيفلين هو الايه؟ سريبرام والداين سيفلين ثالمس وهايبوثالمس والميز انسيفلين هو الميد برين وهنتكلم يعني ايه؟ ميد برين وبعدين الرومب انسيفلين اتقسمت الميت انسيفلين وميلانسفالون لما تيجي تشوفهم تلاقي الأخدر ده اللي هيعمل السيربيلوم بقى نص أو أكتر من نص الحوصلة الأولى والدينسفالون اللي هو البلو وبعدين الميزانسفالون زي ما هو إنما الجزء الخلفي نقسم لبينك وبربل واخد بالك ودي الأوتوسيست يعني الوين وده الأوبتكتكب يعني العين وبعدين تبتدي تنشع الكرينيال نيربس وبعدين في نهاية الفترة الجنينية يبقى تشكيل البرين زي الأدلت لكن بينمو بقى خلي بالك هنا كان راوندد وبعدين يبتدي تايبرد ده بقى خلاص اكتمل نمو البرين والكرينيال نيربس طلعت يبقى ده هيتولد ما عندوش إن شاء الله مشاكل في النيربس سيستم يبقى عندنا خمس أجزاء أساسية تيلانسفالون داينسفالون ميزانسفالون متنسفالون ميزانسفالون دا السريبلوم والبانز وده المدولة دا السريبلوم دا السريبلوم أعيد تاني ولا واضحة بأمانة شديدة تمام تمام واضح نلخص بقى الكلام دا آخر موضع سريبلوم و سريبلوم و برين ستم ثلاث أماكن أساسية بالغروس لكن لما تيجي للتفصيل embryonic brain division full brain أو prosencephalon يبقى لما أنا أقول الحصان عنده prosencephaly يعني إيه؟ يعني الجزء الأمامي من المخ و كله مش متكون التيلر سيفالون هو السريبلوم والدين سيفالون هو الثالمس والهايبوثالمس طيب كل حتة من الثلاث حوصلات دول فيهم كافتي الدفينيتي brain cavity lateral ventricle و third ventricle الأعصاب الأمامية one و two دا olfactory دا optic الميزان سيفالون midbrain دا بيكون من ايه؟ من ثلاث حاجات كل كيولاي وتجمنتم وسيريبيلر وهنقول كل واحدة من دول يعني إيه؟ الكافتي اللي فيه mesencephalic aqueduct التالت والرابع دول مرتبطين بالعين oculomotor وتركular hindbrain metencephalon pans and cerebellum ولذلك نقول إيه؟ cerebellopontine نجمعهم مع بعض لأنهم جزء واحد لما يكون كلب عنده vestibular disease لازم تقطع cerebellopontine angle الميزان سيفالون الميزان سيفالون ميدولة أبلونجارة فيها fourth ventricle وبعين من الخامس للاثناشر التريجيمنا أكتر حتة فيها أعصاب هي دي خلي بالك الميد برين والهين برين نقول عليهم brain stem الاثنين مع بعض brain stem حلو كده؟ بس مش كل cerebellum هنقول عليه brain stem يعني هتستسنى منهم البنز والcerebellar المدولة والكولي والcerebellar الدول الثلاثة مع دول مع بعض brain stem نيجي بقى نسعل سؤال بسرعة هل midbrain معناها middle of the brain yes or no لا no good أنا بقى جبت لكم ايه فيديو كده ديئتين حيلقص الموضوع ده وتشوف الدينية بتتكون ازاي اشتركوا في القناة بسم cómo verschLس tنا ج gemا أحضم العرب يأتي تقريبا يحب العرب العежду They are the prosencephalon, which will eventually form the cerebrum, the mesencephalon, which will eventually become the midbrain, and the rhombencephalon, which will eventually become the rest of the brainstem and the cerebellum. The end of the neural tube will form the spinal cord. As the brain continues to develop, two of these vesicles further subdivide to form secondary vesicles. The prosencephalon forms the telencephalon and the diencephalon. The telencephalon will become the cerebral hemispheres, the diencephalon will eventually consist of the thalamus, hypothalamus, and other structures. The mesencephalon does not subdivide any further and will become the midbrain. The robencephalon will subdivide into the metencephalon and the myoncephalon. The metencephalon will become the pons in the cerebellum, and the myoncephalon will become a medulla. The spinal cord will still form from the end of the neural tube. Next, the neural tube will continue to develop to look more like the brain. The telencephalon will grow more rapidly than other parts of the tube, and by 11 weeks, the brain will have a similar shape as to what it will at birth. Although it will continue to develop after birth, the brain at birth is structurally similar to a fully developed brain. Welcome to Two Minute Neuroscience. very fascinating. It's very interesting. Okay. I'm ready to hover for the brain. On the basis we are at the brain epoch. We can do something called brain mold wall. We use a machine Lao foot. We have 12 groovesду. общ Take them to another i. 2 mm, or 1 mm, you have under the standard cut. Verify the standard cuts actually. بتمشي واخد بالك مثلا كده 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 لغاية ما تاخد الاثناشر كب في تلات planes أقطع فيهم الbrain لو أنا أقطعت كده بالطول يبقى في نص الbrain ده mid sagital لو أنا أقطعت كده زي مثلا التوست وأنا بقطعه حلقات يبقى ده coronal لو أنا أقطعت كده يبقى ده axial أو horizontal وأنا بقطع كده الاثناشر تقطيع دول ده coronal كده يبقى sagital وبعدين transverse أو axial يعني أنت بتشيل جزء من الbrain عشان تشوف الأجزاء الداخلية وده هنشوفه برضو النهارده بنفس الطريقة ناخد بقى واحدة واحدة التالنسافلون نبدأ بالتالنسافلون التالنسافلون اللي هو إيه cerebrum 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 عندك اثنين hemisphere لما جم يدرسوا التطور بتاع cerebrum لأوا أنه هو بيتكون من paleocortex يعني old وneocortex يعني new يعني إيه كلما يكون الحيوان بدائي يبقى عنده paleocortex ليه دي مسؤولة عن learning والإموشنز بيسموها الليمبك سيستم يعني إيه يعني بس حاجة تكفي للبقاء سهلية عوزة تاكل وتشرب وتتكاثر وتبعد عن الخطر مافيش أكثر من كده نيو كورتكس الحياة بتبقى إيه بتبقى شد تعقيداً ولذلك دي أكتر حاجة developed في الهومان ذكاء التصنيع التول الانتراكشن الدنيا بقى بتبقى معاقبة جداً فيلوجنتically old portion is located ventrally ولذلك ما تلاقيش بقى cerebellar convolutions أو سلقاي وجيراي في الحيوانات البدائية لما تلاقيه البرين متعرق قوي يبقى دا نيو كورتكس The rhine encephalon أو nose brain because it deals with olfaction الحيوان يتعرف على الماء عن طريق olfaction يتعرف على الغذاء عن طريق olfaction يتعرف على الجنس الآخر وإذا كان مستقبل للعملية الجنسية أو لا بالنوز ولذلك دا مهم جداً للبقاء مافيش حد يقدر يعيش من غيره Identify the following three components of rhine encephalon olfactory bulb pyreiform lobe دا تحت البرين وال lateral olfactory tract أنا بقى هوريك بقى صور بعد كده عشان لما نقطع نشوف كل حاجة بتتكون من ايه لو الجزء دا ما تكونش يبقى أنا عندي عندي وده هوريه لكم في ألباكا دا أكتر حاجة بتيجي فيها النوع دا تلاقي مافيش اتصال ما بين الأنف وما بين الفور برين وبالتالي الألباكا مش قادرة تتنفس وبتفتح بقاها وبعدين بتموت وهوريك بقى حالة جاتلين هنا كذا حالة بس كان في بداية الألفنات أول ما جيت هنا 2007 و2008 كانوا كتير أو بعد كده قالت شواء طيب لما نيجي نقسم بقى السريبران هنلاقي الشركل دا خمسة لوب بص على الصورة اللي تحت في الشمال اللي قدام دا الفرانتل واللي ورا دا اللي عند السريبرلم أكسبتل ما بينهم باريتل واللي عند الويدن تيمبرال واللي تحت يبقى خمس أجزاء طيب الفرانتل مسؤول عن مهم جداً لأن فيه موتور أريا بيسموها أبر موتور نيران بيهيفير كل البيهيفير مرتبط بال بري فرانتل كورتكس وسبحان الله ناصية كاذبة خاطئة الكاذب بيجي من هنا الكل الأمراض النفسية بتبقى معظمة هنا association and learning دي ملطقة غنية جداً بالتعليم ولذلك من أوائل الأماكن اللي بتتكون في البرين occipital vision and association ليه؟ لأن فيه حيوانات بتتولد عمية ما تشوفش له بعد أسبوعين فده بيليه في الترتيب temporal بتاع الويدن audition وده هيرتبط بقى بالcerebellum والpans ويبقى مسؤول عن الإكوليبريم والassociation يعني إيه؟ يعني أربط الجزء اليمين من جسمي بالجزء الشمال وابتدي أعمل بقى processing عشان أعمل refining the motor skills أما كنتش بعرف السوق عاجلة أول مركب العاجلة لما تلغبط والبدال اليمين يمشي شوية والشمال لغاية ما تتعود عليها وتبقى بعد كده عندك second habit لو جينا للقطة برضو الخمس أجزائهم اللي أصفر الأدام ده ده إيه؟ frontal والبامبة ده ده occipital اللي ما بينهم parietal ده temporal والpiform lobe لازم تقلب الbrain خلي بالك بقى كل ما يكون الحيوان عنده قدرة على الشم أكتر كل ما الحتة دي تبقى very well developed ولذلك لو لقوا اتنين brain وقالوا لك ده بتاع predator ولا prey هل ده فريسة ولا مفترس بص على الجزء الأمامي إذا كان الجزء ده متقدم جدا في التكوين إيبه ده predator الجزء ده لو متقدم جدا في التكوين إيبه ده prey ولذلك سبحان الله مكان العنين بتاع predator قدام ومكان العنين بتاع prey في الطرف عشان يشوفوا panoramic vision 360 درجة ال prey خايفة لحسن يجي حاجة من وراها فالعين لازم تبقى موجودة هنا والجزء ده very well developed الفرنطال هيبقى في البريدتور لأنهما هيتتبعوا أثر الفريسة عن طريق الشم ولذلك أكتر جزء ييجي في أوران في الكلاب والقطات هو الفرنطال لو ليه؟ لأنه الفرنطال لو يبقى ده لو كلينيكال واضح ولا بضيع وقتكم بأمانة تمام جدا واضح 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 ممتاز يا دكتور حلو نيجي بقى للكورتكس حي الكورتكس كلها واحد لا هنقسمها لتلاتة كورتكس نيو كورتكس دي بتبقى الكونولوشنز دي الجزء المرتفع ده اسمه جايرس والجزء المنخفض الفرو ده أو الشق ده اسمه إيه؟ سالكس جايراي انسالكار ده مهمة جدا حاجة اسمها إيه؟ كوروشيات سالكس ودي حاجة اسمها كورونال سالكس ودي حاجة اسمها لاترال راينال سالكس فدي أجزاء مهمة جدا لما يكون كلب عنده مشكلة في الموتر لازم تقطع هنا الجزء ده وهو ريكو ليه؟ لما يكون عنده سنسوري أبنرمالتز لازم تقطع هنا لازم تاخد جزء كده شوفوا لو عنده مشكلة في الفيجن خد هنا لو عنده مشكلة في السمع خد هنا وهكذا إيه بقى النيو كورتكس؟ ده مسؤولة عن تربيت المعلومات كلها وفي كولين استرائز باثويس وآسط الكولين ولذلك الجزء ده بيتضرب في ألسهايمر تلاقيهم مش فاكرين حاجة لأنه مرتبط بالميموري وبالكوغنيشن فمش عارفين انت مين؟ انت ابني؟ أنا ما عرفكش فبالتالي كل الذاكرة والديمنشا والحاجات دي بتتأثر بنيو كورتكس البرويسو كورتكس ده الترانزيشنال كورتكس بين الإيسو كورتكس والألو كورتكس اللي هي دي إيه بقى ده؟ سينجيلو جايروس اللي هي جزء ده الداخل ما بين السلكس في سيربراي ده لو انت عيط يبقى الجزء ده أكتف ده مسؤول عن الإموشنز البرويسو كورتكس البرويسو كورتكس ده خطر جدا في الأطفال كنا زمان ناخد الطفل ونمرجحه فوق نرميه ونمسكه أو في واحدة كان الطفل بيعيط خادمة فخدت الطفل وعملت له شاكن جامد جدا فحصل له فحصل له فدي جزء مهم جدا في الديبلوبينت قال له كورتكس دي أدر كورتكس بتلقاسا من الأركي كورتكس هيبو كامبل فورميشن ده مسؤول عن الزاكرة وأركي يعني مقنها بيجيننج فده جزء من الليمبك سيستم محدش يقدر يعيش من غيره لأن في عندك نوعين من الذاكرة في حاجة اسمها recall memory وفي حاجة اسمها ايه cognitive memory يعني أشوف واحد اه انا عارفك انا انت مثلا كنت معايا في مدرسة ابتدائي ده cognitive وبعدين لما ترتب المعلومات على بعض ده ييجي بقى في الايه في الاركي كورتكس ده والبيليو كورتكس ده الاولد فعشان كده الحيونات البدائية عندها كلها بيليو كورتكس لكن الحيونات بقى الشديدة التعقيد هيبقى عندها نيو كورتكس لما تيجي انت بقى للprefrontal cortex ناصية الكذب الـ reward واحد زي كده عنده reward يعني اكل لازم يأكل لما يكون فرحان يأكل كتير وفي واحد عنده depression لما يجي له depression يأكل كتير الموتر كورتكس هنا هورها لكم فين بالضبط وبعين فيه supplementary motor cortex بالحيطة دي لازم تتقطع لو الحيوان عنده ايه مشكلة الـ auditory في الـ temporal lobe وبعدين سومثتك كورتكس دي مسؤولة عن السنسوري يعني لو واحد عنده شلل يقولك شلل ايه جزء ايه ولا شلل كامل الـ hemiplegia ولا tetraplasia يعني ايه الجزء اليمين يتحكم في الإيد والرجل الشمال والجزء الشمال يتحكم في الرجل والإيد اليمين العكس فلو فيه خلل هنا يبدأ عنده ايه همiplegia in the left side لو فيه خلل هنا يبدأ عنده hemiplegia in the right side حلو قوي الكلام ده نظري وخلصنا بقى الأسماء اللاتنية دي عاوزين بقى نشوف الكلام ده ليه تطبيقات عملية ولا لا اكيد ناخد بقى ايه brains fixed وملونين الـ artery عندنا واحد هنا دكتور بتاع neuroanatomy بيلون الـ artery بالرحمة والفين بالازرة وبعيني وريك بقى التفرعات والدنيا فيها ايه وهنا فيه ستة structure من واحد لستة وفيه علامات استفهام بس خمسة بس لان الاسادس مش هتشوفه مين يقولي بقى فين الـ occipital lobe neocortex اول علامة استفهام تحت frontal lobe neocortex اول علامة استفهام تحت frontal lobe neocortex مين يقولي بقى فين الـ occipital lobe neocortex مين يقولي بقى فين الـ occipital lobe neocortex مين يقولي بقى تحتikal lobe neocortex الـ occipital lobe neocortex بقى فين الـ occipital lobe neocortex جهاز حلو كده لا 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 ده ده lateral rhinle 30 wannil sulcus مين يقولي بقى que طيب هنا بقى إيه olfactory bulb الجزء المنتفخ من إيه الجهاز الشمي وبعين olfactory tract وبعين يروح للpileiform lobe كل ده paleocortex ده مسؤول عن إيه بقى عن olfaction واختبالك reward cognition limbic system ده موجود في كل أنواع الحيوانات حتى لو حشرة برضو هتلاقي عندها الكلام ده طيب نيجي بقى ناخد إيه جزء جزء ونشوف الدنيا فيها إيه الدنيا بقى ابتدت تتعقد شوية ادي cerebellum هو وهدي الbrain stem يبقى ده occipital lobe ده مسؤول عن إيه visual وده temporal lobe مسؤول عن إيه auditory الprefrontal sinus دي في الإنسان مسؤولة بقى عن الbehavior كذب الصدق واختبالك فكل لما تكون الناصية دي سليمة سبحان الله كل لما الإنسان تبقى صفاته أحسن فيه اتنين بقى سلكاي هنا واحدة حمره وواحدة زرقه دي اسمها إيه coruchate sulcus ودي اسمها coronal sulcus لو انت عديت الكوروشيت sulcus وتيجي في الحتة الصفرة ده ده upper motor neuron ده مسؤول عن الاكتيفتي بتاع جسمك كله لو حصل فيها خلل في الناحية الشمال يبقى جزء اليمين يتشل لو حصل خلل في الاتنين يبقى عندك tetraplasia يبقى خلاص مفيش الإنسان ده مشلول تماما ده الايه حاجات اللي انت بتحس بيها هتترجم هنا ويحصل بقى reflex واخد بالك وترتبط في حاجات بتيجي من spinal cord لكن ده upper motor neuron ده بقى اللي بيترجم المسائل دي كلها بعين فيه بقى description لكل سلايد sulci and gyri أي واحدة من الدorsal elevation is gyrus أي واحدة من الفشار اسمها sulcus دي الكوروشيت sulcus ده لازم تعرفها إن فيه حوالي تلاتاشر sulcus مش هنحفظهم كلهم لكن دي مهمين جدا mark is the location of the motor area بعديها post-cruciate yellow pig أو الوتد الأصفر ده ده الجزء الموتور neuron upper motor إن فيه lower motor في الspinal cord body sensory area synthetic area is beside the coronal sulcus الأزرع ده هو coronal sulcus وده الجزء is somatosensory primary visual area في الأoccipital lobe primary auditory area في temporal lobe يبقى لو حيوان ما بيسمعش لازم أقطع هنا لو أنا عندي central blindness لازم أقطع هنا لو عندي central deafness لازم أقطع هنا يعني إيه central blindness يعني الأعصاب الطرفية سليمة الودن سليمة لكن ما فيش ترجمة في الbrain يبقى هو أطرش أساسي لو عنده خلل في الودن أو cochlear nerve يبقى أطرش طرفي هنا عنده عمى أساسي العين سليمة الاوبتيك نيرد سليم لكن الbrain لا يبصر يبقى ده central blindness هيمشي الكلام ده معاكم نحتاج إليه بس نعم عشان كده مرضيتش أحبت reading material إيه لما ندي المقدمة دي بس خشوا بقى على منسوتا ده ويدعوا للرجل اللي عمل السايت لأنه مش ممكن يعني أنا مش متخيل كمية العلم اللي الناس دي عندها فبنيجي بقى للايه للراين انسفلين المنسوتا اللي نعم المنسوتا اللي بدخول نخش على المنسوتا السايت هو موجود في المحاضرة يا ليه رينم يعني إيه؟ smell أو nose is concerned with olfaction and emotion إني فيه prefrontal cortex دي مسؤول عن الإموشن خبالك olfactory peduncle لنمرة ثلاثة ده and medial نمرة أربعة and lateral نمرة ستة يعني إيه؟ يعني الجزء السوفلي من الراين انسفلين مرتبط بالأنف فده هيرتبط بالإيه؟ بالcranial nerve 1 olfactory nerve وبعدين ييجي هنا إيه حاجة اسمها إيه؟ olfactory bulb وبعدين وبعدين ييجي وهو نمرة مين؟ وبعدين olfactory tract تتقسم إلى جزء خارجي lateral وجزء داخلي medial وبعدين ده يرتبط بالpireiform lobe ده ده paleocortex ده الده الده ده الده 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 رقم سبعه هو مين؟ ده طيب فلم واربعه medial olfactory tract وستة lateral olfactory tract وبعدين olfactory peduncle وبعدين olfactory bulb وبعدين يطلع cranial nerve 1 فيرتبط بالأنف اللي بتشم ويحصل ترجمة الشم ده في الإنسان لقوا بقى في أكتر من 1500 مادة ليها ريحة البرين يقدر يتعرف عليها ويفرق مغنهم تخيل انت بقى كمية الكمبلكسة اللي موجودة في ترجمة الكلام ده بالذات في الحيوانات بقى اللي هي الكلام ده يعني انت عندك خمسة مليون خلية شم في الأنف هم عندهم تلتة مية وخمسين مليون ففي أجزاء انت تشمع تحس ايه ده ملاش ريحة بالنسبة لهم ده قوية جدا ولذلك يتعرفوا بقى على إيه إسترس إذا كان في أنثة عندها إسترس تعرفوا على أنواع الأكل تعرفوا على صحة الحيوان اللي قدامهم ولذلك الفيميلز في القطة تختار الدكر عن طريق الشم لأن مش بالشك بالأنف يعودوا جنبها كده خمسة وبعين هي تختار واحد هو ده اللي هي تزوج معها فكل الحاجات دي بتترجم عن طريق السحالي والحاجات دي عندها فورك التونج هو ده حاسة الشم التاعها هي والتعبين وهكذا طيب نيجي بقى للساجتال سيكشن متساجتال فيو لو أنت قطعت بقى هتشوف البرين يا جماعة فيه حاجة اسمها بيسل نوكليا دي جزء من الليمبيك سيستم ده بترتبط بالبابي اسيوجمنز يعني ايه الحيوان يريد أن يأكل ويشرب ويتكافر ولا يحس الألم دي الحاجات الأساسية اللي في كل الحيوانات الربنا خلقها يأكل ويشرب ويتكافر ولا يحس ألم أو يبعد عن مصدر الخطر عشان بتسبب له ألم تمام فالليمبيك سيستم بيكون من 5 basal nucleال أول واحدة فيهم الخضرة دي اسمها codate nucleus ده الجزء الأمامي من اللاترال ventricle أو مؤخرة الفرنطال برين وعين فيه تجويف اللاترال ventricle الباطم بتاع اللاترال ventricle ده هيبو كامبس H اللي موجود فيه البيج الأزرق ده ده كورفز دورسو أو كودو دورسو يعني ايه منتفق لأعلى وللخلف طيب الفورنكس بقى ايه بقى الفورنكس ده الفورنكس ده متجمع بتاع bundles of white matter أو nerve fibers ده بيبقى الاوتبوت بتاع الهيبو كامبس مشكلته ايه بقى ان احنا مش عارفين بالظبط بيعمل ايه لما بعض الناس حصلوهم تيومر وقطعوا الفورنكس ده فقدوا ذاكرة بالذات recall memory الاستدعاء ذاكرة الاستدعاء يبقى الكوديت نوكلياس ده واحدة من five basal nuclei هنتكلم عنهم بالتفصيل الفورنكس ده الاوتبوت بتاع الهيبو كامبس الهيبو كامبس ده مهم جدا كنا بنجمعه زمان عشان نشوف فيه ريبز ولا لا وده جزء حساس جدا للسكيميا لو حصل اسكيميا تلاقي الpyramidal neurons هنا بتموت بكتير قوي فلو جالك حيوان suspected of ischemic insult to the brain لازم تجمع الهيبو كامبس الفورنكس ده عبارة عن bundles of nerve هينتعي بحاجة اسمها ايه rostral commissure وده هنورها لكم بعد كثير ده interthalamic adhesion الجزء الكبير ده ده ارتباط التوثالامين اليمين والشمال وده الميزنسفالك اكوا دكت جزء العلوي بتاعها اسمها تكتم وجزء السفلي بتاعها اسمها تيجمينتل برضو الكلام ده صعب مش هتفتكروه هنقول كل واحدة بالتفصيل وبعدين الوصف بتاعها يبقى ده midsagital يعني ايه midsagital يعني انا قطعت في النص بالزبط ما بين ال two cerebral hemispheres اللي مرتبطين مع بعض بايه بcorpus callosum وenterthalamic adhesion ده حلو الكودات نوكلياس ده احد الباسل نوكلياس كان الباسل نوكلياس عندي خمسة الفلور of the ventricle is formed by the hippocampus ده الفلور بتاعه which curve is coadoventrally يعني لو انت عاوز تروح كده يبقى خلف ونازل لو جيت هنا درسه axon from the hippocampus formed the fornix thimbria is not evident because it's positional lateral to the hippocampus فلازم تقطع تجزء خلفي لما تاخد بقى coronal section هنا حتة دي تشوف الثimbria برضو كلام صعب يعني مش مستوعبين قوي لكن هنعيد ونزيد خمسين مرة لغاية ما كله يرقطها ان شاء الله طيب حطلنا بقى الموضوع كله على بعضه اهو ده الفرنطال لوب اتكلمنا عنه ده الprefrontal cortex الجزء ده فيه جزء من الخارج فوق كوروشية سالكس ده مسؤول عن الموتر وفيه جزء موجود جنب الكورونال سالكس مسؤول عن السنسوري يبقى انا لو عندي مشاكل جمدة جدا في الجسم لازم اقطع الهتة دي زكاة موتر أو سنسوري طيب ده الاترال ventricle اللي بيكون فيه cerebrospinal fluid فيه choroid plexus وبعدين corpus callosum ده ارتباط cerebrum باليمين بالشمال ساعات بعض الحامات ما عندهاش corpus callosum وده الفورنكس ايه بقى الاترال terminalis ده ده gray matter most anterior part of the neural tube ده الجزء الامامي بتاع neural tube الجزء ده مفهوش blood brain barrier في الدم في الدم لما يعدي في الاوعية الدموية دي الخلايا اللي هنا تعرف حكتين كمية المية وكمية الملح وبالتالي تنبه الhypothalamus افرزلي vasopressin تروح للكلية تقول لها لأ أنا ما عنديش مية كفاية احجزيني المية ما يتبولش الانسان طب في ملح كتير يبقى athirst في الانتيريور hypothalamus تقول لك اشرب مية احس بالعطش ليه بقى لأن البلد فيسل اللايننج سلز بتاعتها مفيش تايد جونكشن فالدم ييجي يمس الخلايا هنا فتتعرف على حكتين osmolality receptors و baroreceptors يعني ايه osmolality يعني كمية الاملاح المذابة بايه بالنسبة لكمية المية فتقول لك يا انت محتاج تتبول يا محتاج تشرب تخلص من المية الزيادة او الملح زياد فاشرب وبعدين الbaroreceptor تتحكم في الضغط تروح بقى تقول ايه لا الضغط عالي انا لازم اشرب مية او اوسع الاوعية الدموية لان الموضوع كده مش كويس لان ده هي اثري على glomerular filtration rate وال perfusion في الbrain فاوعية الدموية بتنقبض وتنبسط بناء على التقاء الدم بالاماكن بالlateral terminus دي وده جزء من الperiventricular organs اللي هي ما فيهاش blood brain barrier عندها vascular organ which regulates the osmotic concentration of the blood عن طريق حكتين osmolality receptors وbaroreceptors اي حاجة barو يعني ضغط برضو ماشي الكلام ده معاكم بغاية دلوقتي جزء الhypocampus هو نفس الكربوس كولوس بص الكربوس كولوس ده white matter جزء من السريبر والسي دي اللي هي السنجل جيروس كبيرة جدا دي مسؤولة عن ايه مين اللي فاكر مسؤولة مسؤولة عن العياض لو واحد بيعي عيط وعنده اموشن جمدة جدا حزين ودموع نزل بغصب عنه يبقى فيه اكتيف في السنجل جيروس يعني الكربوس كلوس ده white matter ايه بقى اللي بيحصل التقاء المعلومات في الجزء اليمين مع الجزء الشمال يتم هنا cognition وcoordination وmotor الhypothalamus هنا يا نايف ده هورغولك بقى حتة اسمها infandibulum الصحيان والنوم كله متوقف هنا ليه لان دي مرتبطة بالpituitary gland وده مرتبط بقى بكمية الدوء في الخارج وطول النهار وطول الليل وحاجات بقى مرتبطة بالإيه بالenvironment هنا كلها الساعة البيولوجية الساعة البيولوجية circadian cycle برافو نرجع تاني ونعيد الكلام ده ولا واضحة عندكم والله ما عندي مشكلة عيد تاني هو حلو لكن نزل الفيديو كده ونكون نعيد لانه الاسماء غريمة هنا عيد تاني يا جماعة من أول هنا ولا طيب نيجي بقى للسكماتيك واخد بالك الجزء المدور الكبير ده يعني ده التقاء الثلامين الجزء ده اسمه ايه tectum الجزء ده اسمه ايه tegmentum اللateral ventricle هيرتبطه عن طريق فريمن بالthird ventricle يحوط ايه من الاسفل optic كيازم يعني ده optic nerve 2 ملتقيين هنا وال pituitary gland الحتة ده اسمه infundibular stalk يعني ايه infundibular stalk يعني التقاء الجهاز العصبي بجهاز الاندوكرين او الجهاز الغدا دي وبالتالي كل الاكتيفتي اللي مرتبطة بطول وليل النهار طول الشعر لان الحيوان عند winter coat و summer coat واخبالك يبقى ده الجزء الاسفل منه المammary body ده مرتبط بالنوم الصحيان لما يزيد الملتون تحس بقى ان انت منعوس وتتتاوب وتنام happenular nucleus ده حتة اسمها epithalamus epithalamus يعني الجزء العلوي اي epi يعني فوق يبقى ده فوق thelamus وهد الليلة يعني small وهنقول عليها بعد كده el pineal body ده برضو مرتبطة بالذات في الانسان با خطبالك بالصحيان والنوم والحاجات دي كل ده نيج بقى نشوف الميز sagital section ها طيب هنتكلم بقى عن ايه هنا الميز انسفل اللي هو الميد برين ايه بقى الميد برين that gives rise to the oculomotor العصب الايه التالي انتروكيل العصر الرابع العصب الرابع هلو وبعدين فيه mesencephalic aqueduct اللي فيها الوتد الاحمر ده الجزء العلوي منها اسمه تكتم والجزء السوفي اسمه تجمنتم هنقول اهو تكتم وتجمنتم هلو وده التالت وده الرابع يبقى احنا الوصف ده هنا وبعدين الperiventricular fibers بتلعب important role in pain modulation واحد عنده حساسية شديدة جدا لأي حاجة painful يعني ايه يتقلم بسهولة وفيه واحد عنده استحمال فكل مرتبط بالجزء ده الميد brain regional dorsal to the mesencephalic aqueduct تكتم اللي هو الروف ده ترجمتها باللاتيني والتجمنتم معناها ايه covering it consists of bilateral rostral and caudal colliculi elevations في جزء كده rostral و caudal colliculi الرostral colliculi مسؤولة عن ال vision وال caudal colliculi مسؤولة عن السمع يعني محطات تقوية ليه ال optic nerve جايب هنا معين تروح لل occipital عشان تتم تقوية ال وندة البصرية ويتم ترجمتها والصورة تخلق في الجزء ده معكوسة يعني مقلوبة والبرين يعبدلها فلو انت شفت العين بتبصل ازاي يعني مثلا واحد واقف رجليه فوق وراسه تحت تيجي هنا تقوى فتبقى واضحة قوي تعرف بقى لابس ايه واخدبالك طوله قد ايه لونه ايه وبعدين البرين يعديلها ويكون لك صورة زي ما انت بتشوف الاشياء بصورتها النهائية لو حصل مشكلة في الابتك نيرفي يبقى ده preferal blindness لو حصل مشكلة في كل التراكت ده يبقى ده central blindness تاني الميد بيكون من ايه كل كيلاي رسترل و كودل وبعدين tegmentum الperi او covering of the mesencephalic aqueduct وبعدين cerebellar peduncle الجزء ده اسمه midbrain وده الجزء الامامي منه بعدين البونز والمدولة ده الجزء الخافي منه التلاتة مع بعض دول يكونوا brain stem يعني brain stem كل ده كل ده brain stem كتلة واحدة الحتة دي اسمها cerebellopontine يقولك بقى المايكو plasma hit the cerebellopontine angle في الحتة دي انا شرح بالتفصيل طيب برضو انا لسه متلغبة عاوزين نفهم الدنيا فيها ايه تمام ده ايه ده lateral ventricle ده corpus callosum lateral ventricle يرتبط بالthird ventricle عن طريق فريمن أوف munro واحد يقولي بقى انا عندي hydrocephalus فيه كم نوع من الhydrocephalus نعرفهم في انتر وانترا تقريبا في حاجة في انتر كله وفي حاجة داخل واحدة بس من اللي انت قلتوهم صح انترنال وكسترنال 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 كل ده كل ده بغاية هنا اسمه ventricle system كل ده اسمه ايه ventricular system ده aligned by ependymal cells ال ependymal cells عندها cilia فيها aceroid plexus تسنع لك cerebrospinal fluid يملى lateral ventricle بعين السilia تبتدي push it through foramen of monroe to the third ventricle بعين يمتي في mesencephalic aqueduct لغاية ال fourth ventricle في فكحتين هنا صغيرين بعض cerebrospinal fluid يخرج ويحيط المخ من الخارج والباقي ينزل على spinal canal لغاية الكودة aquina وبعدين يتسرب برا واحد با يقول لو إنسان عنده 70 kg average weight ينتق كام كل يوم من cerebrospinal fluid مل مل يعني 2 مل 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 2 مل 3 مل مل خم واحدة أو واحد عنده 70 kg ينتج at the cerebrospinal fluid في اليوم 70 مل مثلا 750 مل 3 4 لتر طيب إيه فايدة الكلام دا يعني انت بتقول لنا الكلام دا ليه افرض بقى دلوقتي أنا حصل inflammation في كلب عنده canine distemper وتسد خلي بالك بقى يحصل إيه hydrocephalus والexternal hydrocephalus ولا communicating hydrocephalus في إيه في إيه internal lateral ventricle في two lateral ventricle يحصل internal hydrocephalus يعني إيه cerebrospinal fluid العمال يتكون هنا ملوش مخرج طيب ال ventricle دي هتتمدد تماما يحصل إيه الbrain atrophy pressure atrophy وتلاقي دماغ الكلب بتلق وبدأ internal hydrocephalus طيب حصل obstruction في بداية المesencephalic aqueduct يحصل إيه الكلب internal برضو يعي يحصل internal internal برضو في third 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 lateral آه اللي في مع بعض صح اللي في مع بعض مهند اه بتكون هنا وبيمشي فلو ملقوش مخرج هيكون هنا يتملي وبعدين يروح على دول فده أخطر نعم طيب لو حصل عند الكورويد بليكسس في fourth ventricle يحصل ايه المesencephalic والثيرد واللاترال ايه بقى الكسترنل الكسترنل لما يكون في excessive function of cerebrospinal fluid يعني أنا بنت الكمية أكثر من 750 ملي وبالتالي الكمية اللي هتنفز من الخرمين اللي هنا هتحيط بالبرين تلاقي شوية fluid وده شفناه في الجمال إذا لقيت fluid متجمع في lateral ventricle وفي third ventricle وفي fourth ventricle وفي خارج حوالي البرين يبدأ communicating hydrophage يبع وعندك external بس وعندك internal بس وعندك communicating يعني معناها الاثنين ده interthalamus التوفيق عفوا ده thalamus وده hypothalamus الhypothalamus متكون من infundibular stalk mammary body وoptic nerve نعم عفوا أنا ما فهمش الexternal يالك التوفيق دلوقتي أنا بنتك cerebrospinal fluid هنا هيمشي على الميزنس فالك اكوا دك في 2 openings هنا جزء من الفلوت ده هيخرج ويحيط بالبرين بس كمية بسيطة قوي يعني مثلا نقول ايه 3-4 ملي الكرويد بلاكسس لو حصل لها activation وانتاج كمية كبيرة جدا تلاقي الفلوت حوالي البرين بقى 20 ملي يبدأ external يعني حوالي البرين لو تجبنع في حتة يعمل لك pressure atrophy من الخارج للداخل فتلاقي الحتة دي مضوطة عفوا دكتور سوفيق عفوا انا ما فهمتش فارق بين continuous أو external continuous يعني عندك انسداد في ventricular system تلاقي الفلوت اتحجز هنا وفي جزء حوالي البرين يبدأ بيسموه hydrocephalus يعني في الخارج وفي الداخل واضحة كده انا قلت مثلا لو كان المشكل طول مع الوقت يعني فبيجوز هذا الhyper secretion هاي يتأدي لك الهي مع بعض ممكن يحصل لا الانترنل لازم obstruction لان لو القناة مفتوحة كل الفلوت ده بينزل لغاية الكودة ويحصل filtration ممكن المنينجيتس ترتفي عمل اكسترنل ده برضو بس inflammatory بقى ولزلك لازم نفرق بالnon inflammatory و inflammatory raw ممكن ممكن احط بأمور to edema rather than serbospinal fluid pure ممكن احط ال exveco تبع ال hydroxychrist ده حاجة تانية خالص هنتكلم عليها بعد كده في ال encephaloclastic abnormal يعني متستعجلوش بس 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 توفيق عفوا نعم اه كميات الليكويد وين بتروح الفلويد المsterebrospinal fluid وين بتروح يوميا والله لسه يلها بينزل من lateral ventricle على third ventricle على mesencephalic aqueduct جزء يخرج والباقي كل 750 ملي يمشو في central canal في spinal cord لغاية الكود equina ايوه ايوه انتعلي انتعلي وعدين عن طريق اللمف ايوه اوكي معلش الوزن 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 للوزن هي ليها نسبة اه بصي الميل اكتر بالفيميل وكل ما يزيد الوزن كل ما يزيد كمية السيربر spinal fluid حالو كده مش شو في القطط والفهود اول ما يصحوا يتمطعوا بتاع بايه ليه عشان يعملوا distribution بقى السيربر spinal fluid فده مهمة جدا وعد بالك رائد هو والدنيا ضغطه قليل والآخر اول ما يصحوا القطط والفهود بالذات قبل الصيد وحتى الاسود لازم يتمطعوا والطفل اول ما يقول من النوم برضو يتمطع اوتوماتيكلي عشان يعيد بقى distribution بتاع السيربر spinal fluid اللي تركهم ده وينزل فده مسؤول عن ايه كل النيورو transmitters ماشية فيه والصوديم والحاجات دي كلها فيبتدي الbrain يصحى ويحصل بقى exchange of nerve impulses والدنيا تفوق ففي النوم تلاقي السائل ده خامل شوي في activity السائل ده يزيد معدل افرازه واخراجه برافو طيب هوريكو بقى صورة للبراين واحد يقولي البراين ده تقطع اززاي برايت تقطع coronal ولا axial أو cross ولا sagittal برافو برافو يعني انا شلت الجزء العلوي عشان دنيا فيها ايه بصوا الاتنين دول دول happenular nuclear الحمر دول ده يعني happenular يعني معناها small مهم جدا بقى ده التقاء الفور brain بالميد brain عشان يودي لك neurotransmitter حكتين اساسيين serotonin ودبالك ودوبامين الدوبامين مسؤول عن ايه عن الموتور activity ولذلك لو خبط السبستانتيا نجرة زي محمد علي كلاي الحتة دي وحصل دوبامينرجic nerve damage تلاقيه بقى مش عارف يعمل coordination وعنده الشلل الرعاش فالهابينر نكليار دول اتنين صغيرين هم دول الكوديت نكليار ده جزء من الباس النكليار ده الفلور بتاع lateral ventricle صح ودول الثالمين pink دو ايلي يربط ما بين الثالمين interthalamic adhesion الجزء المدور كبير اللي أنا ورتهلكم طيب ده الباني الباني حلو كده ده روستر الكوليكيلس وده كوديل كوليكيلس الروستر كوليكيلس ده مسؤول عن اين vision والكوديل ده الجزء الخلفي من الهيبوكامبس يعني يعني الهيبوكامبس جزء منه هنا وجزء منه هنا حلو كده بدو الثالمين ده الثرد ventricle ده الباني البادي ده روستر كوليكيلس ده كودي الكوليكيلس وده الجزء الخلفي بتاع الهيبوكامبس الجزء الامامي احنا قطعناه مع الجزء بتاع السريبلا وده right cerebellar hemisphere left cerebellar hemisphere dasmo vermis والجزء التحتاني بتاع اسمو nodulus بعد كده هنشيل بقى السريبلا ونوريكوا ايه الاجزاء الخلفية دي كلها الكوديت نوكلياي ده جزء من 5 basal نوكلياي مسؤولة عن الريورد والريموشن والكوغنيشن والحاجات دي كلها هابنيل نوكلياي هابنيل يعني ايه باللاتيني small وده مسؤول عن regulation of neurotransmitter dopamine والسيروتوني السيروتوني ده سر السعادة كلما يكون واحنا عنده سيروتوني كويس يبقى ما عندوش اكتئاب لما يقل يحصل له اكتئاب وبعدين el pineal body وبعدين el rostral colliculus وبعدين el caudal colliculus وده الhypocampus بعدين right cerebellar hemisphere verms left cerebellar hemisphere وبعدين تلاقي هنا الأوبكس تحتهم هنوريها لكم بعد كده اي سؤال طيب هنشيل بقى جزء من السيربيلة منوريك الدنيا كلها ماشي ازاي ده الجزء بقى الاسفل من الbrain طيب ده ايه ده olfactory pod olfactory peduncle olfactory tract وده medial olfactory tract هن يطلع منهم ايه olfactory nerve طب يجي يرتبطوا هنا بمين pyreform lobe مقطوع يبقى ده يعمل لك ايه rhinencephaly أو nose brain جزء من limbic system ده optic nerve وده optic nerve يبقى الاثنين مع بعض optic chiasm صح طيب اللحمر mammary body طيب اللحصفر بقى ده حاجة اسمها الأجسام cerebrum crust cerebrum الجامعة بتاع crura cerebride ده يربط بقى four brain بحاجتين مهمين جدا اسمها ايه punz وبعدين trapezoid body هنقول ده وظيفتهم ايه بعد كده بالتفسير يبقى انا وريتك الbrain من الدرسل وريتك الbrain من النص وريتك الbrain من تحت برضو دنيا ملغبطة عارف الجزء بقى اللي فيه الورنج ده pituitary stark أو infundibulum ده مسؤول عن wakefulness الصحيان والنوم ده بقى الجزء اللي انت بتعاني منه أثناء الامتحانات انت عاوز تنام أو شاعر بالنوم بس انت مش عاوز تنام تشرب قهوة بيحصل التنبيه هنا وبالتالي لو انت very worried ما يجلكش نوم ان الجزء ده مش راضي يستسلم وفي acid korelin كتير وبالتالي الواحد ما ينامش خالص هنكون تقعد يومين ثلاثة ما بنامش طيب نيجي بقى الجزء اللي يهمنا جدا الbrain section لو انا قطعت كده يبقى axial أو horizontal لو انا قطعت بالضبط يبقى med sagital لو انا قطعت جزء بالطريقة دي يبقى sagital لو قطعت زي العيش لما قطعه كده قطعة تبدأ من هنا وتنتهي 2 4 6 8 10 11 1 2 3 4 5 6 ده standard cut بعد ازن التوفيق عفوا أنا مرة قرأت انه تبع عند الرأس انه في سبع مقابل على حسب انت عاوس تشوف ايه وعلى حسب الbrain atlas لكن انا بفضل 12 قطعة اهرهم لك بالضبط وده الجزء اللي عاوس كتب معلش دكتور تففي لو انا مش عندي القطعة اللي انت قلت عليها تقريب كده المصطعة تحطي المصطعة جنب الbrain الجزء العلوي من الbrain وتاخدي بس بقى عندنا احنا ايه يا صحر السكالب و بليد ساعات بالذات لو بتقطعي كلبة قطة ما يكفيش لقطع الbrain كله في الميز والرات واللاب يكفي يعني انت هتاخدي قطعة هنا اه اثنين ملي تقطعي هنا وبعين اثنين ملي وهكذا او تقيسي الbrain لغاية نهاية السيربيلوم وبداية من القطعة واحد اللي هي هنا وتشوف يتقل ايه وتقطعي اثناشر قطعة وتقسمي الطول ده على اثناشر بالمصطرة صح بالمصطرة بس بس بقى من خلال الخبرة العملية ايه حطي المصطرة فوق الbrain هنا عشان ما تجيش في مكان القطع وبعين عندنا بقى بلادز كده طويلة زي ما تكون ايه زي بتاعة المايكروتون بس طويلة شوية الصب طبعليش اسألك الصب بقى بتاع كل section اه 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 واحد كله اه ليه بقى عشان تعطي الراس فين والديل فين يعني انا لو انا هقطع هنا هاخد الجزء ده وحطه تحت يبقى cranial cranial والكودة لو انت قلبتيه يبقى انت عكست الموضوع الصحة دي فاهم ازاي يعني تملي عرفي الحيوان بيبص فين اه فهنا وينه بص فين الشمال اه فانا لما اقطع البرين كله يفضل يمين والشمال يفضل يمين لو انا خليت الجزء اللي على الشمال ده هو الاسفل لو انا عكستي يبقى العكس فلازم تمشي standard 1 وإلا هتلغبطي اليمين والشمال ما تعرفيش الدنيا ماشي ازاي وبعدين على البلوكس لو لقيت unilateral region هتلغبطي الكلام بقى اللي كان زمان يا صاح يقولك ايه جمعي الهيبو كامبس عشان الريبز لقوا بقى ساعات الريبز travels unilateral يعني انت تغذي الجزء ده والهيبو كامبس من اليمين تلقيه نيجاتيب والحيوان عنده ريبز ليه ان الفيروس جاء للبراين عن طريق الناحية الشمال طب ايه بقى الstandard قد دلوقتي الغي الجزء القدامان ده بتاع السيربيلا وخدي هنا كده قطع كده ما بين 5 و 6 ولازم تفحاص الجزء ده كله من السيربيلا عشان تقولي الحيوان نيجاتيب ولا باب ليش ليه some viruses travel unilateral يبقى كورونا في ساعتها احسن الكورونا هو افضل حاجة فين سيبي اول جزء سيبي اربعة في السيربيلا وخدي ما بين اربعة وخمسة يعني سيبي الجزء ما بين 3 و4 خدي اربعة وخمسة ده الجزء اللي عاوز تفحصيه في السيربيلا برضو خمسة وستة اوكي لكن انا افضل نمر خمسة بالزبط هنا كده ده الجزء بتاع الهي بكتور توفيق عفوا نعم بالنسبة للعينات رح يكون المقطع كبير كبير بعدين كيف تتصرف فيه جوات البلوكس حلو قطع يمين وشمال يبقى انت السكشن واحد يمين رقم 1A وشمال 1B عندين احنا بقى بلوكات كبيرة ممكن تاخد الموضوع كله ده اللي انا اوره لكم بس ما اعتقدش الكلام ده في مصر عاوز ناس شطر او في التقطيع وميكروتوم يكون يعني top notch ايه بقى فايدة الكلام ده لما اقطع هنا انا عاوز اشوف الاجزاء طبعا انا هتعرف الاجزاء ازاي على الميكروسكوب بوس بقى اله ده الهيبوكامبس وده اللاترال دينتكو الفراغ ده كله اللاترال دينتكو ايه بقى الصبغة اللي احنا مستخدمين هنا حاجة اسمه كريسل فيولت ومثل ولوكسل فاست بلو المثل فيولت يعمل لك الگрей matter pink ولوكسل فاست blue يعمل لك الwhite matter blue ده جزء من مققل transected through the midbrain and stained with لوكسل فاست blue and chrysal bile التل encephaline هو cerebrum surround the midbrain الهو ده in the deep wall of the telencephaline the hippocampus H which form is the medial wall of the lateral ventricule حلو كده يبقى لما شوف جزء كده تحت الميكروسكوب على طول ده midbrain ايه midbrain thalamus وhypothalamus apithalamus ده القدات اللي هما اللي علي اسأل الاتنين ده جانب الهو ده الاتنين اللي علي اسألش اكثر يابين اكثر روان الدور الجزء العلوي ده cingulogyrus cingulogyrus مسؤول عن ايه cring emotions عشان حيوانس عشان حيوانس ما منعرفش بعيات ولا لا طيب الهيبو كامبس ابتدى يتفصل في جزء cranial وفي جزء coadal مربطين بإيه بثمبريا الفمبريا دي تيجي تعملك الفورنيكس لما احنا عارفين فايدة الفورنيكس ايه لكن لما شعلوها من واحد عنده ورم فيه حصله ايه loss of recall memory loss of recall memory في recall memory وفي cognitive memory برافو لاحظ بقى ان الفمبريا دي white matter والفورنيكس ده الاوتبوت بتاع الهيبو كامبس والهيبو كامبس ده الذاكيرة كلها مغزونا هنا عشان بقى ايه توحني الكورتيكس ده ده عمي ده خالي ده ابويا ده ابني ده القلطة بتاعتي ده حي الدقي ده البغداد ده كل الrecognition كلها recall memory انا بقى ايه عارف حاجات دي من الصغر long term بقى في حاجة اسمها working memory working memory ايه بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي يعني انا اسال المحاضرة دي اه اشتغلت مع توفيق وتعلمنا الحتة دي وتعلمنا الحتة دي ده short تفضل في الزاكرة جزء بصير لما عملتهاش اعادة تختفي ده اكتر حتة تدرب في الاسهايمر تلاقي مش فاكر حاجة ولا هو عارف ساكن فين ويركب العربية ما هوش عارف راح فين وجاي منين وبعدين لو ضربت long memory خلاص بقى ينسى بقى الشراب ايه الشراب يقول له شراب يعني ايه شراب طب النملية بتاع المطبخ يعني ايه نملية ما فيش حاجة خالص موجودة تمام يبدالات ايه نملية نعم شو هي نملية نملية اللي هي يعني ايه بالحد يعرف ده كلمة مصرية كلمة كابنت دولاب المطبخ ايوه دولاب الفرد دي كلمة كلمة مصرية قديمة كلمة مصرية قديمة حاجة تستخدم حاجة تستخدم حاجة تستخدم حاجة تستخدم حاجة تستخدم حلو السؤال دكتور طويق كنا نقرأ 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 سلايذات لا نحن ده هتستخدم طيب ايه ده بقى اللي السرش هتكله على بعضه ميبرين حل طب ده ايه ده كورباس كالوس كورباس كالوس ده بقى الموقع هيعمل معاك كده you can test yourself يعني ايه يخفي الاسماء او يحطها على جنب ويقول لك شاور بقى فين تقبط الدايرة يطلع صح يعني لو الدايرة هنا هقبط كورباس كالوس يطلع cc وده الفورنكس وده اللاترال وده السنجيلو جايروس حل وده الثالامس وده الهايبوثالامس وده الثيرد وده الثيرد وعين يجي لك حاجة بقى هنا white matter مختلطة مع شوية green matter اسمه internal capsule لازم تفحصها بالCT والMRI لاني بتربط الفوربراين او الكورتكس بالبراين ستم فدي طويلة قوي اسمها internal capsule بعين ده الهيبوكامبس ده الابتك نيرف وده الابتك كيازم يعني طبعا انا اعرف الكلام ده ازاي انت قطع فين فتخيل انت كده من حفظك للستركشور دي هتعرفها ده الجزء العلوي وده الجزء السفلي اخر حاجة هنا كانت الابتك كيازم لو انا قطعتها تيجي هناك تبقى انا قطع ممكن ممكن اعرفهم من الفنترك اللي اترتفيه وده الابتك برافو بس هنا بقى واضح قوي ودول لاتها الابتك طبعا انا عرفت ايه ان انا خلاص خرقت بره الهيبوكامبس مش لاقي الهيبوكامبس خلص لو انت قرنتها هنا الهيبوكامبس هنا متصق الهيبوكامبس هنا انفصل الهيبوكامبس هنا اختفى دول ايه كوديت نوكليال هنعرف بقى الكلام ده بالتفصيل من كوت ده الانترثلاميك اديهيجن اللي عنده الاسترس انا مش حافظهم بس هي بقى بالفهم لو انت حافظت الاجزاء الجروس الستركشورز دي هتبقى سهلة جدا طيب نيجي بقى نقل بالبريم كده على ايه جنبه يعني هو نايم على الجنب اليمين حاب يقول لي ده ايه ده الالو فاكتريت دي لاترال دي لاترال برافو طب ده ده الميتين ده برافو واحد اوتي كايازم اوتي كايازم اتنين اوتي كايازم اوتي كايازم يلتقوا هنا في النص يبقى كايازم تلاتة روسترال جينيكوليك نوكليس ايه بقى الاترال جينيكوليك نوكليس ده في الروسترال كايازم دي مسؤولة عن الفيزن وفيها ميديا الجينيكوليك نوكليس يبقى لاترال كل ده روسترال كايازم ماشي طيب الميت براين بقى هييجي هنا روسترال كايازم نوكليس 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 كل ده مسؤولة عن النظر وده الكوضي كايازم وبعدين ده يجي لك البانز وبعدين يجي لك الفابيزويد والبيراميد هنقول الكلام ده بالتفصيل طب احنا هنقطع بقى في الحتة دي نشوف بقى سينجيولجايروس برضو كوربس كالوسم هيبو كامبس رجع الجزء الخلفي منه طب البي دي عبارة عن ايه فينيا الجينيكوليك نوكليس ميديا الجينيكوليك نوكليس دول مسؤولين عن ايه عن الفيجن عن الفيجن ثالميس وهيبو ثالميس هلو كده دي ده هيرتبط بقى بالإيه بالمدرين بعد كده طيب نيجي هنا واحد ده ايه كوديت نيكليا كوديت نيكليا طيب والفلور of the fourth ventricle هنا ده 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 ايه ده البونز ده 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 روستر الكوليكيلاي وده وده وبانيال بادي بي سي بي سي بي سي بي سي لما يكون عندك سوسبكتد ايه سبونجي فورمان سيفلو باس ستقطع هنا سبونجي فورمان سيفلو باس مهمين جدا هنا تامر بقى يقول لنا ايه النوكلياي الموجودة هنا وبنجمعهم ليه ده سؤال منتاز ده اسمها ايه اصحر فيدا أوبيكس أوبيكس ميش اللي بيطلع منهم النيرب بس الفيجاس متشعب يا عبدالعظيم ده جزء اساسي منه دورس الفيجاس خلي بالك يعني في الوش مش اللي جاي من السدر طيب يجي بقى ارتباط الميد برين بالطنز بقى هنا حاجة اسمها سيربيلر بيدانكل يعني أنا السيربيلر بقى هو جاي رابط أو متصد بالحتتين دول فيهم ثلاثة نوكليار كرينيال ميدل قادر البلو اللي هو الرسترل والريد الميدل والأصفر اللي هو القادر هي ملغبطة شوية هنا بس بص دي أحسن ده أمامي شوية ده ميدل ده إيه قادر خلي بالك بقى ده مسؤولين بقى عن التوازن ليه بقى الفيليكيلاي بتاع السيربيلر ما هتيجي ترتبط بالحتتين دول ويتم تجمعهم في الفيرمس ويحصل ما بين الناحية المين والناحية الشمال لو أنت عندك خلل فيهم دول يبقى ما فيش اتزان تماما ده إيه التي تجمعها أمامي ده إسعينق occasions ده الى الغelessριальную بقى نيجي بقى ايه ناخد الجزء ده من اللateral side رostral colliculus مسؤولين عن الـ vision ده medial geniculate nucleus مسؤولة عن النظر تمام ده caudal colliculus CC بين rostral colliculus RC وبعدين cross cerebride اللي هي CR ارتباط بقى كل cerebrum بالحتة دي يجي عن طريق أجسام cerebrum ده حلو كده وده البنز ده مسؤولة عن الموتور بقى activity كلها كل الحتة دي اسمها cerebrillopontine وده الترابيزويد بردو موتور وده الفوليكيوس مهم جدا ده بقى الاتزان بتاع الناحية اليمين هنا والناحية الشمال بردو نفس الحاكمة اسمها folliculi حلو كده اليلو ده التراجيمنيل نيرد 5th cranial نيرد طبعا لو قطعت هنا بقى كده هشوف ايه هشوف الكلام ده vermis الجزء العلوي الدرسل من cerebellum اسمه vermis right cerebellar hemisphere left cerebellar hemisphere white matter وده الكورتكس كل ده كورتكس وده الجزء بتاع ايه الفورت ventricle وده medial peduncle وده التجمنتم ده الجزء المحيط بال الميزنسفاليك aqueduct بعين ده الترابيزويد تمام وبعدين هنخش بقى في حاجة اسمها نوكلي هاي مهمة جدا كونيات نوكليوس وجراسيلس نوكليوس وده العصب الخامس ده درسل ترابيزويد پانز ثلاثة دول مسؤولين عن التفصيل ده الكرينيال ده ميدل ده الكودال سيربيل البيضانكو هلو اخر جزء بقى ده روسر كوليكيلس كودال كوليكيلس الحتة دي اسمها ايه فيلم وبعدين فورث دول الحتة دي اسمها ايه أوبكس فيه اتنين نوكليا دورسل فيجس وهايبو غلوسل حل وبعدين ده الكودال أو الكودال البيضانكو وده الكرينيال وده الميدل ده سيربيل البيضانكو وده الرابع التروكليل اخر حاجة هي دي تيجي بقى للايه كونيات نوكلياس وجراسيلس نوكلياس الجراسيلس نوكلياس دي مسؤولة عن الجزء الخلفي من الجسم يعني الرجلين والوسط الكونيات مسؤولة عن الجزء الأماني من البودي سينسوري بقى كلها جاية من الراس والإيدين تيجي هنا وتيجي بقى بيانات ترتبط عن طريق السيربيل للتوازن وتروح للكورتكس بقى لرد الفعل بقى الزكاء هتصرف في الموقف ده ازاي الموضوع ده عاوز مني ايه لو هي تطلب سيريبرال فانشن في حاجات ريفليكسس مش ما تحتاجش السيريبرال على طول لو حد شكك بدبوس ايديك هتتحرك من غير ما تفكر كل التفكير فين في السيريبرال التقاء بقى الأجزاء دي كلها عن طريق السيريبرال عن طريق الكراس سيريبرال وده البيينيال بادي وده روستر الكوليكولس وده كودال كوليكولس سيريبيل بيدانكول أوبيكس دي حتة وبعدين لو قطعت بقى في حاجة اسمها ايه هورهالكوا هورهالكوا في الصورة الجاية ده العصب التامن ده ايه cochlear nerve trapezoid وpyramids كل ده موتور الحتة دي كلها مسؤولة عن الموتور بص بقى لو انت عندك vestibular disease هتقطع في نص السيريبيل عند الفورت هتشوف الكوريكسوس قبل ما تقطع ايه اقطع في الجزء ده الجزء السفلي من الفيرمس اسمه nodulus والجزء السفلي من السيريبيل الرحم سفير اسمه folliculi هل science of vestibular disease disequilibrium due to involvement of the folliculonodular lobe لو انا ما قلتلكش ايه هو folliculonodular lobe انت مش رعب تقطع فين ومتالي ممكن تفقد الليجن اللي يفسر لك ليه الحيوان ده كان عنده عدم توازن فيه ثلاثة nucleae vestigial interpositis lateral برضو دول مسؤولين عن التوازن برضو موجودين في اليمين وموجودين في الشمال ايه قطع في الحتة دي غالبا لو هو عنده central vestibular disease هتلاقي الليجن في الحتة دي folliculus nucleae وبعدين التنقص طيب لو هو عنده peripheral vestibular disease يبقى لازم اقطع ايه معاه برافو العصب الثامن وتفتح inner ear and middle ear يبقى لازم تفتح في tympanic bulla حلو يبقى طلع الbrain وقطع في الحتة دي وبعدين افتح tympanic bulla اذا هو ميّل الناس ورحية الشمال يا نايف يبقى انا افحص انا افحص برافو اخر جزء بقى الخلفي خالص دول ايه fourth ventricle وده pyramids وبعدين ده the facial nerve العصب السابع لو عنده بقى شلل في الوجه الحصام تلاقي بقى abnormal movement في الوش وده العاشر يعني الكلام ده هنعرفه بالتفصيل لكن يعني حبيت وريكه القطعيات بتختلف دي olivary nucleus ودي مهمة جدا في المدولة oblongata ليه بقى لأن دي coordinate signals from spinal cord to the medulla التقاء الحبل الشوكي بالbrain بيحصل عن طريق olivary nuclei ده 11 وده 10 وده fourth ventricle وده pyramids بعدين spinal cord بقى مش هنكمل فيه كتير هتلاقي pia matter الصفرة واركنويد البمبة ودura matter اللي هي البلو طيب مين بقى يقولي لو لقيت نزيف فوق الازرق يبقى دا اسمه ايه يعني يعني النزيف هنا كده في الحتة دي فوق الازرق من برد ابي ديورا ابي ديورا ابي يعني ايه فوق فوق طب لو لقيت النزيف ما بين البلو والبينك ساب ديورا ساب ديورا لو لقيت النزيف تحت البينك ما بين البينك وما بين اليلو ساب ديورا ايه بقى الاركنويد دا؟ دا عبارة عن trabeculum فيه اوعية دموية ولمف كان زمان بنقول ما فيش لمف في السنتر نيرف سيستم دلوقتي لقوا فيه لمف اسمها glial cell lymphatic system طيب لو لقيت بقى تيومر او نزيف تحت الاصفر يبقى اسمه ايه؟ ساب ديورا ساب ديورا او cortical cortical كلام دا مهم بص بقى الاعصاب بقى هتتجمع هنا وتخرب اسمها spinal nerve root وبقى انت عمل لك outside spinal nerve ganglion دا بارت من الautonomic system دا اللي انا بشتغل بقى فيه في الخيل دلوقتي بالذات اللي هم عندهم pain syndrome بيتقلمهم ومحش عارفين ليه الكودا ايكوينة فيه بقى هنا اجزاء كده كل cerebral spinal fluid جاي من فوق هينزل هنا وبعدين يحصل له خروج عن طريق اللينف ويمشي الأverage person اللي وزنه 70 كيلو جرام بينتج قد ايه كل يوم cerebral spinal fluid 750 750 750 متخيل الكمية بتتصرف كلها عن طريق الكلام دا يا هوالي ها لو انت عطعت بقى ايه cross section هتلاقي ايه بقى epidural space بعين sub dural space بعين sub arachnoid space بعين فيه dorsal دا sensory وفيه ventral دا motor بعين فيه butterfly gray matter وبعين فيه white matter لبره دا عكس الbrain ال gray matter هنا عشان بقى الدura matter دي بترتبط بالspinal cord عشان ما يعودش يخبط يمين وشمال فيه حاجة اسمها denticulate ligaments فيه ناس بقى يقطعوها ويقولك دا فيه sclerosis او فيه fibrosis في الدura matter غلط انت قطعت في denticulate ligament اللي هي بتربط الارachnoid من جوه بالبية وبعين ييجي بقى دا البutter shape الجزء اللي هو الغامق دا كله دا gray matter والجزء الاصفر دا white matter طبعا عرف dorsal وventral اززال الventral فيه ventral spinal artery هتلاقي artery كبير هنا التrax بتاعة الدorsal horn هتوصل لغاية المنينجس هنا لا هنا ما توصلش فلو لقيت tracts وصل لغاية تحت هنا يبقى دا 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 درسل حتى لو الشكل مش مساعدني يعني جالي جزء بس بعدين dorsal root بعدين ييجي بقى gsa او general somatic afferent general somatic afferent يعني ايه الاحساس الاعصاب الحساسة موجودة في الدorsal فالاستخبالات بتاعتها كلها تيجي من الخارج من الجلد فده يبقى جايب البيانات من بره لجوه ايه بقى حر برد ضغط وقت بقى اشعة شمس حراءة ايه تاني الهي peripheral stimuli كلها ده يجيب البيانات يبدأ afferent يعني حسراك reflexي يبدأ ايه afferent يقول العضلات مقبضة وبعدي عن مصدر القلم ده الشمس حرقتني حاجة سخنة واحد شكيني بدأ بوس طيب الكلام ده مهم لان الدorsal nerves unmyelinated وبالتالي لازم استخدم LOX fast blue لو انا عاوز اشوف كمية المyelin هتلاقي الازرق كتير قوي في grey matter بوس الترك وصل الفوق يبدأ دorsal هنا مش وصل يبدأ ventral طب هشوف ايه هنا يقول ده ventral برضو artery ventral ده خرج برا الدورة يبدأ ganglion ده اللي احنا بنشتغل بقى فيه في الخيل عمل نحنا sketch بقى nervous system في الخيل انه مختلفة شوية الفقرات طويل قوي وده layering بتاعها dorsal ventral وبعين يعمل لك ganglion اللي هي دي ده اللي احنا بنقطع فيه ولازم تتعلم تخدها ازاي هنعملكو فيديو ان شاء الله نوريكو ازاي تجمعوا ganglia دي لو انت عندك pain syndrome او regional pain syndrome في الهيومان ده المقدمة بتاعة الانطاج ده خيل ده ديور ايه دول مين يقوللي ده ligament اسمها ايه نسيت عبد denticulate ligament denticulate ligament برافو ده ده الاطعية رقم واحد level one frontal lobe وبعين يشرح لك بقى cerebral cortex ده gray matter وده white matter وبعين corpus callosum ده التقاء الtwo cerebral hemispheres مع بعض دي alliot gyrus singular gyrus ده sulcus ده gyrus بعين lateral ventricle بعين septum وبعدين ده الاجزاء التانية من الباسة النوكلياية putamen globus palitis accumbens nucleus خمسة ومع الكوديت نوكلياية هنا دول يعملو لك باقي very basic brain بعدين الانترنل كابسول هتربط لك cerebrum بالbrain stem بعين الرostral commissure لو الرostral commissure ما أفلش كويس في أثناء development يحصل ايه ما يتطور الbrain بعدين دي lateral olfactory strea يبقى ده lateral tract بتاع olfactory nerve وبعين ده optic nerve يبقى عندي واحد واثنين وبعدين الجزء التاني برضو نفس الحكاية singular gyrus corpus callosum fornix fimbria أو fornix crust بعدين esterea happenularis ده بسموه epithalamus happenular nuclei ايه الهاب لنا النوكري مسؤول عن ايه عن الregulation بتاعة neurotransmitters ايه هما الاثنين neurotransmitters اللي هموني في العادة دي جدا سراطونين ودوبامين مسؤول عن ايه النوكوموتر أو النوكوموتر activity دا لو اتضرب نجرى يحصل ايه parkinson's الشلل الرعاش يبقى انتوا لقطوا الموضوع انا فاكر ان انا قلت مع الماكي تقوي بس ما شاء الله استعابكم عالي جدا فانتوا لقطوا معظم الحاجات اللي احنا قلناها كملها بقى بالقراية وعاوزك بقى لما تذاكر الاثناشر قطعية دول تعرف الفونشن بتاع كل واحد clostrum مش clostrum clostrum بعدين thalamic nucleus بعدين interthalamic addition الجزء المدور انا كنت بروهولكم وهكذا بعين ده الهيبوكامبس وده الفمبري يبقى ده ايه ده midbrain midbrain قدول pyreiform lobe صح طيب ده الoptic tract happenylar nuclei happenylar يعني ايه smoke كل جزء ده المدبرين the third ventricle هتبتدي بقى كل مرة تذاكر وتعيد الكلام ده معلومة تتكون على معلومة لغاية ما تفتكر كل الحاجات دي dyencephaline midbrain أو تمشي delvermus mesocephalic aqueduct ده اسمه ايه nodulus nodulus ودول اسمهم ايه folliculi فيقولك اجمع لي right folliculus يبقى انت هتروح على right cerebellar hemisphere وتاخد الجزء السفلي منه هي لفة حواليها وتيجي هنا هنا vestibular disease ده الabducent nerve نمبر ستة ده trapezoid body ده الpyramidal tract ده الpanز بعدين pyramidal tract يخش في المدولة oblongara بعدين 11 olivary nucleus قلناها بعدين اخر حاجة بقى تبتدي بقى هنا ده الاوبكس وبعدين يرتبط بالspinal cord بقى عن طريق dorsal vegas والhypoglossal يبقى ده الجزء اللي انت عاوز تجمعه او كود اللي هو شوية عشان تيجي عند ايه الماد كاو ديزيز او السكريبي او كرونيك ويستنج ديزيز او داكوتا عندهم بيستادوا غزلان كتير فلازم الجزء ده يتفحص عشان يتأكدوا ان الحيوان ما عندوش ايه سكريبي او في الشيب او كرونيك ويستنج ديزيز وبالتالي يخرجوا الكاركس عشان ناس تكلها ان لو كانت انت البروتين دا يحصل على طول لقدر الله ماب كاو سندروم وبالتالي منعوا خلط البريين والسباين الكورد باللحمة وبعدين منعوا ان انت تاخد الاجسام الميتة بتاع الخيل والحمير والحاجات دي كلها تعمل لها بروسيسنج تعمل لها فود تغزيل بقية الحيوانات حاجة بشعة لكن احنا بناكل البرين في مصر وبالتالي لو ما فيش فحص يبقى مشكلة كبيرة جدا لكن الحمد لله ما ظهرش ماد كاو ديزيز على حد علمي في مصر انا هبعتلكم بقى المحاضرة دي word بتاع pdf والصيت اهو تاني اللي عاوز يكتبو دا اللي احنا هنبدأ به المرة الجاية وهنبدأ anomalous او developmental anomalous عاوز او ريكو هيبقى الطريقة بتاعتها ازاي زاهرة عندكم اه 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 لو انا بقى دخلت عليه على طول وقلتلك دا تيلانسيفالون وداينسيفالون ميزانسيفالون ورومبانسيفالون بعدكم هيفتكرها وبعدكم اي عم دا كلام قديم انا مش فكره طيب التيلانسيفالون اللي هو ايه السرابرم داين السلامس والهايبوسلامس والميزن المدبرين انا عارفا هوا تلات اجزاء ايه هما بقى اقول لك التجمنتم والكمباكتم والصبص لا لا كوليكيولاي راسترال وكوليكيولاي والتجمنتم والسيربيلر كدنكم براف وبعدين هفكركم بالجزء دا وبعدين نبتدي بقى اه ايه اللي حصل primary malformation caused by spontaneous or inherited single gene mutation or chromosomal abnormalities او حاجة دربت الجنين هو بيكون viral infection او اتعرر الاشعاع او الانثح صلى الله حمه او بعض الطوكسن بزات المركري وده مناماتا syndrome hypothyroidism ده مسؤول عن myelin formation vitamin deficiency في vitamin A مهمة جدا plant toxins واخد بالك زي الveratrum californicum وبعدين نبتدي بقى ايه defect of neural tube closure لو انا ما شرحتش neural tube بعضكم مش هيفهم يعني ايه الروستور الكوميشور لو ما قفلش يبقى anencephaly ال caudal neural frame ما قفلش يبقى spina bifida وبالتالي anencephaly اقولك rostral commissure didn't close cranium bifidum is seen ما بين calvarial plates did not close spina bifida في obvious وفي occult وبعدين نشرح هنا بقى anencephaly هنا ايه hydrocephalus أو meningocene يعني meningocene يعني meninges protruded outside a defect in the cranium طيب هنا meningo encephalus يعني يعني المeningis والbrain اللي اتنين برة exencephaly الbrain sitting outside spina bifida لما تشوفها بالأشعة تلاقي جزء خلل كده في السوميت لو هي مش باينة يبقى spina bifida أو calta يعني انا مش شايف ال spinal cord وبعدين ده الجزء اللي انا بقى كنت بقول لكم عليه لو انا بشرح الباكا بشيل المخ ده cranial nerve one أو olfactory ده optic chiasm ده أول أطعية المفروض تقطع هنا الbrain فده normal ايه بقى اللي انا بشوفه في normal تلاقي اللينث بتاع الهد متوازن النوز موجودة النوز مع البق أكبر من العين ثلاث حاجات لازم نبص عليهم طيب هل ده normal short برافو عامل ايه كمان open mouth breathing مايقدرش يتنفس إلا عن طريق البق و stressed out عينيه كده مبرقة كده خبالك وده جزء من الbrain مسؤول عن الموضوع ده هقول لكم عليه لما نتكلم بالتفصيل طيب ده طبيعي ولا مش طبيعي ده مش طبيعي مش طبيعي العين أكبر من الأنف والبق أيوة كتير في فتحة اه بتعرفش مسكر هل في olfactory nerve لا انهم مفيش بص هنا هل الألبكة دي تقدر تشم طبعي أنا عاوز أفحص أشوف الأنف المفتوحة حطيه probe ما فيش أمف مقفول كونيال أتريجيا بص كوينل كوينل أتريجيا بص أنا خبطت إيه خبطت جزء هنا عظم ما فتحش هنا في النورمال فاتح نيزوفرنيكس والنيزل كونكا هنا نيزوفرنيكس فاصل عن نيزل كونكا فخبطت العظم ده يبدأ كوينل أتريجيا they're very common للألباكس وبعدين ييجي roof of the mouth يعمل لك dorsal pouch يسمى في فتحتين في المخ كده ساعات حتى لو هو أقرع تشوف pulsation بتاع الbrain فكنت خاف أشيره ما هم صغيرين بعدين يجي لك hydrocephalus internal hydrocephalus ده synophthalmia أو cyclops أو irinencephaly holoprosencephaly يعني كل four brain ما تكونش فلازم تفهم هنا agenesis of corpus callosum مفيش اتصال الجزء المدور ده ايه الكودت اسمها ال calabic adhesion يبقى الثلمس هنا مرتبط ببعض فده اللي احنا هنعمله بقى ده اسمه lysencephaly مفيش convolutions هل النيو كورتكس will develop ده هنا في الكاد دي لا لا لو أنا قلتلك نيو كورتكس من غير مشرح لك هي ايه ما تجيش معاك صح وهكذا طيب هنا حصل ايه ميكرو جايراي يعني هي فيه لكن مش متكونة طب هنا هنا حصل ايه بولي جايراي اكفر بولي جايراي اكفر الconvolutions كتير اوي اللي فوق ممكن سمع هنا بتاع الخلايا مش مصبوط باكي جايراي الفوق باكي جايراي فب هنا هنا فين هقول لك يعني ايه باين يجي لك internal hydrocephalus باين يجي لك hydran encephalus باين كل حاجة هتعمل ايه هنا ده فوليكيلوس وده نوديلوس لو أنا ما شرحت لكش الكلام منا نقول لك يبقى انت مش هتعرف احنا بنتكلم عن ايه ده الفيرمس اتمنى ان ما كنتش ضيعت وقتكم ده الexternal manual cell layer وده هنا المفروض تبقى internal يبقى ده ايه cerebellar hypertrophy cerebellar hypoplasia abiotrophy biotrophy انشرح الكلام ده inclusion bodies اهكذا فالكلام ده مهم هنا مفيش ايه بقى white mat وقبلك والlateral ventricles وصعوا ليه لانه لو ما عندكش تكوين شامل لكل اجزاء الbrain الventricles under pressure فدايب x vacuum يعني حصل اشتركوا في القناة